السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة الطالبات مدرس الدر المعارف اهلا بكم مادة الدرسات الاجتماعية للصف الاول الاعدادي النهاردة عندنا الدرس الاول في الواحدة التانية شكل الارض وابعدها اول بس لما نبدأ الدرس في كده حاجة عايزين ناخد بالنا منها اه طبعا الارض شكلها وغدا شكل كروي ومع ذلك اللي احنا بنشوفه بنشوف ان هي مسطحة او منبسطة السبب كده يا شباب ان الارض طبعا مش منبسطة الارض اه كروية بس عشان هي بنشوف مساحة صغيرة من سطح الارض فببلينا ان هي بشكل المسطح لكن الواقع ان هي كروية الشكل مش مسطحة الشكل طيب السؤال بيجي دلوقتي من نتائج المترطبة على الشكل العام للارض يشبه الكرة ايه نتيجة ان الارض وغدا شكل الكروي ده اول حاجة ان فيه اختلاف في زاوية سقوط اشعة الشمس وطبعا اختلاف زاوية سقوط اشعة الشمس بيقادي الى اختلاف درجات الحرارة وتنوع المناخ والنبات والكائنات الحية والبيئات على سطح الارض طيب ايه اللي هيحصل لو كان الارض مسطحة مش كروية اول حاجة اشعة الشمس هتسقط بشكل عمودي على الارض كلها وبالتالي اه الاشعة هتسقط كلها في وقت واحد وبنفس الدرجة فحيحصل سببات في المناخ وعدم تنوع الكائنات الحية والنبات والبيئات ابعاد الارض طبعا الارض اه ابعادها عن مركزها غير متساوية اوكي بس اللي عايزين نعرفه ان الارض مش وغدا شكل الكرة وبالكامل ولا هي مسطحة ولا هي وغدا شكل قلبي مثلا الارض وغدا الشكل الغير كامل الاستدارة يعني القطر القطبي اللي هو بيصل ما بين القطبين يعني الخط اللي بالطول اللي بيمر الارض بالطول اللي هو واخد من القطب الشمال للقطب الجنوبي اكبر في الطول من القطر الاستوائي فهنلاقي ان الارض وغدا شكل بيضاوي شوية هنلاقي ان هي مفلطحة عند القطبين بالمنظر ده ومنبعجة عند خط الاستوائي هنقسم الكرة الارضية لخطوط طول ودواير العرض الاول هي خطوط الطول هي عبارة عن انصاف دواير طبعا هي وهمية مش موجودة في الحقيقة هي موجودة على الرسم بس اوكي متساوية كلها في الطول بتبدأ من القطب الشمالي وبتنتهي بالقطب الجنوبي عندي كرة الارضية مقسمة الى 360 خط طول في النص بالزبط فيه خط الرئيس اللي هو جرينتش ومية وتمانين شرق جرينتش ومية وتمانين خط غرب جرينتش اهمين خطوط الطول بالنسبة لي ان هي بتحدد موقع اي حاجة على سطح الارض اوكي طبعا شرق او غرب جرينتش انا مسلا ممكن اقول ان مسلا مدينة القاهرة بتوجد عند خط تلاتين شرق جرينتش اللي هو ده اوكي تاني حاجة وهي الهام بالنسبة لي ان هي بتحدد الزمن وفروق التوقيت بين الاماكن على سطح الارض ازاي بيحصل الموضوع ده خط جرينتش في النص بالزبط يا شباب اوكي زي ما اتفقنا في مية وتمانين خط طول شرق جرينتش ومية وتمانين خط طول غرب جرينتش بين كل خط طول وخط طول فيه اربع دقائي اوكي فاحنا مسلا عندنا مدينة زي مدينة القاهرة اللي هي هنا بالزبط عند خط طول تلاتين تمام ما بين القاهرة وجرينتش فيه تلاتين خط طول وما بين كل خط طول والتاني اربع دقائق يعني فيه تلاتين خط طول في اربع دقائق يعني مية وعشرين ديئة مية وعشرين ديئة لو حبيت حولها الساعة هيعملوا ساعتين يعني الفرق ما بين التوقيت ما بين القاهرة وخط جرينتش ساعتين بالزبط يعني لو الساعة اتناشر عند خط جرينتش اتناشر زهرا مثلا هتبقى الساعة اتنين مساء في القاهرة وهكذا اوكي طبعا لو حسدنا كل خطوط الطول اللي هما تلتمائة وستين خط طول في اربع دقايق بالف ستتمائة وستين ديها اللي هما الاربعة وعشرين ساعة تاني حاجة عندنا بقسم بها الكرة الارضية هي دواير العرض وهي عبارة عن دواير وهمية افقية بالعرض وهي دايرة كاملة خلي بالنا ان خط الطول نص دايرة لكن دايرة العرض دايرة كاملة تحيب الكرة الارضية غير متساوية الحجم وتقسم القرى الارضية لنصفين متساويين بالزبط بتتنقص اطوال دواير العرض كلما ابتعدنا شمالا وجنوما عن خط الاستواء اوكي يعني اكبر دايرة عندي هي خط الاستواء اوكي وكل ما حبقل عن خط الاستواء الدايرة حتصغر لحد ما وصل لابعد نقطتين عن خط الاستواء اللي هما القطب الشمالي والقطب الجنوبي بيقوا عبارة عن نقطة مش دايرة كمان لو ما بيبدلوا يصغروا لحد ما بيتحولوا لنقطة عند القطبين انا عندي مية وتمانين دايرة عرض بيحيط بكرة ارضية تسعين دايرة شمال الاستواء وتسعين دايرة جنوب الاستواء طيب دوائر العرض الرئيسية من المية وتمانين دايرة دولا في سبع دوائر رئيسية هم اول دايرة ورقامها صفر هي الاستواء تاني دايرة عندي رقامها تلاتة وعشرية ونصف شمال الاستواء اللي هي مدار السرطان وتلاتة وعشرية ونصف جنوب الاستواء اللي هي مدار الجدي ستة وستين ونصف شمال الاستواء دايرة القطبية الشمالية ستة وستين ونصف جنوب الاستواء الدائرة القطبية الجنوبية حيبقى عندنا اخر اتنين النقطة القطبية الشمالية اللي هي تسعين والنقطة القطبية الجنوبية اللي هي تسعين جنوباً سبع دواير رئيسية من اصل المائة والثمانين دائرة اللي بيحطوا الكرة ارضية. بالنسبة ليه اهمية دواير العرض او طبعا اهمية ان هي بتقسمنا العالم لمناطق حرارية. هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في فصل الدراسي التاني لما نجي نتكلم عن اا الاقاليم المناخية في العالم. هعرف ان انا عندي تلات اقاليم مناخية او تلات مناطق حرارية في العالم. المنطقة الحارة اللي هي بتشمل خط الاستواء والدائرتين عرض لتلاتين شمالا وجنوبا. اوكي والدائرة او المنطقة الحرارية المعتدلة اللي هي من تلاتين لستين شمالا وجنوبا. ثم المنطقة البردة اللي هي من ستين لتسعين شمالا وجنوبا. تاني حاجة انها تشترك فيه مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن. لو حد فيك وعارف مثلا تقنية زي الجي بي اس. الجي بي اس هو عبارة عن تقنية بتستخدم خطوط الطول ودوار عرضها عشان تحدد مكان اي شخص. يعني مثلا حقول ان مثلا مدينة القاهرة مثلا. موجودة ما بين دائرة طقائعة ما بين خط طول تلاتين ولتأكدة الاثلاث تلاتين. هي تقطع تلاتين شرقا مع تلاتين شمالا. وهي دي مدينة القاهرة. لما احب اقول ان حسين مسلا موجود في مكان هو عبارة عن خط طول ستة وعشرين ودائرة عرض اربعة و ثلاثين. اوكي وهكذا. فأي تقاطع له خط طول ودائرة عرض. ده بيمث المكان للمدينة أو للشخص أو لأي حالة. ثالث حاجة ان هي بتحدد موضع الانسان على سفح الارض الشمالي وجنوبه وزي ما قلنا بكده مثلا نقول مثلا ان مدينة اسكندرية مثلا موجودة عند دائرة عرض واحد وتلاتين درجة شمالي للسواع بكده بينتهي درسنا النهاردة شكل الارض وابعادها اظن الدرس كان سهل وصغير تم الاستعانة لاعداد هذا الفيديو بالكتاب المدرسي وبقلة مدرس دار المعارف ان شاء الله الدرس جاي حيكون عن الليل والنهار زاهرة الليل والنهار فايلى ان نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته